أكد وزير التموين علي المسلحي أن عدد البطاقات بها أخطاء في البيانات وصل إلى مليون ونصف المليون بطاقة من إجمالية عدد البطاقات مشيرا خلال مؤتمر صحفي أنه تم طرح ثمانية ألاف ومئة رأس ماشية لتباع كلحوم طازجة بسعر خمسة وثمانين جنيها للكيلو المجمعات الاستلاكية بتعمل يوم الوقفة وأول يوم العيد عمل كامل ثم على مستوى كل محافظة ببقى فيه مجمع فاتح في كل أيام العيد إنما كافة المجمعات الاستلاكية بتعمل يوم الوقفة وأول يوم العيد فده من ناحية التنظيم من ناحية الاحتياطيات الاستراتيجية اللازمة لمثل هذه المناسبة تعلموا جيدا أنهنا بنوفر لحوم طازجة للحوم السوداني فما هو مخطط له حوالي 8100 رأس لتم توفرها في ليل هذه الفترة بالإضافة أنه نحن بنوفر خراف اللي بنسميها مبردة تمام؟ وده في كميات كبيرة جدا اللحوم السوداني لا يزال ولنا الشرف أننا نقول لمصر كلها أننا منذ العام الماضي وفي هذه المناسبة كانت من الكيلو 85 جليه ولا دلنا نحافظ على هذا الساعة 85 جليه